الشيخ عبد المجيد سليم البشري شيخ الأزهر موقفه من ثورة 23 يوريو سنة 52 كان الشيخ عبد المجيد سليم البشري له موقف حاسم جدا من ثورة 23 يوريو حيث أنه هو قدم استقالته مرتين على التوالي المرة الأولانية من موقفه من قانون أنه هو كان ضد قانون الإصلاح الزراعي كان سبب فيه تهديده بالعزل لأنه أعلن عدم مشروعية قانون الإصلاح الزراعي وقال أن كانت الحكومة إذا كانت عايزة تريد إنعاش الفقراء فليكن ذلك إما برفع قيمة الدرائب أو باستحداث سياسات جديدة تفتح استثمارات جديدة تستوعب البطالة والفقر أما مصادرة الأصول من أصحابها فذلك عمل غير مشروع وكان زباط الصورة في تعجل وإصرار فأصدروا قانون الإصلاح الزراعي في صالح ناس رغم عدم موجود برلمان ورغم عدم موفقة الأزهر فاعترض طبعا شيخ الأزهر الشيخ عبد المجيد سليم البشري وقدم استقالته للمرة الأولى لكنهم عجزوا عن إيجاد بديل له فكل من يصلح رفض أنه يتولى المنصب بعد استقالة الشيخ عبد المجيد ودي كانت الاستقالة الأولى للشيخ عبد المجيد سليم الاستقالة الثانية موقفه بقى من ثورة 23 يوليو برضو علشان أنه هو قبل ما ينقضي شهرين على قيام الثورة بسبب ما اعتبره تدخل في شؤون الأزهر من رجال الثورة وزارك من خلال فرد أشخاص بعينهم على الشيخ كان لا يراهم أهلا للقيادة ويرشحتهم الحكومة حجومة الثورة للمناصب المرموقة ليكونوا حسب تصورها أدالة تنفيذ ما تشاء بعيدا عن منطق القانون ولكن الشيخ عبد المجيد سليم شيخ الأزهر رفض كل تدخل في الأزهر وتقدم باستقالته حاول السيد فتح ردوان الوزير المسؤول عن الأزهر في الفترة دي أنه هو يسني عن الاستقالة ولكنه أصر بشدة على موقفه بدلا من أن يشكر الرجل غيرته على الأزهر الشريف وعلى استقاليته سعى المنافقون والانتهازيون اللي هما بيأكلوا على كل مائدة شوية فملقوا الجرائد سواد بنقده وأنه معارض للحق ويكفي وجهة التحرير والحرية لكن يقبل الله إلا أن يتم إنصاف الشيخ من خارج المصر فكتب مراسل أجنبي مقال تحت عنوان شخصية الإسبوع في جريدة البروكري دايمينش أشار فيه إلى مقترحات الشيخ بشأن ما يراه في الإصلاح ومعارضته لما يملى عليه من أمور لا تتفق وصالح الأزهر الشريف كما قالت الجريدة ما نصوا أن الشيخ عبد المجيد سليم يتمتع بسقة الغالبية من رجال الدين وكبار العلماء وهو معروف بالتقوع والورع وما حاول قط أن يفيد لنفسه إسجعل همه الأول مصلحة الأزهر قبل مصلحة الأفراد ومن أجل ذلك كافح في سبيل إنقاذ المؤسسة الدينية وهو لا يخشى إلا الله ولا يساهم على قرامته ولذلك يستحق كل تقدير وكان موقفه دا كان أيضا ضد القوانين اللي كانت أصدرتها حكومات الثورة حيث أصدرت عدد من القوانين كان هدفها إبطال نظام الوقف وبدأت بالقانون رقم 180 لسنة 52 نص على حل الأوقاف الأهلية وتوزيع أصولها على المستحقين كلهم بحسب نسبة من ما يستحقه الرجل من هو الشيخ عبد المجيد سليم؟ الشيخ عبد المجيد سليم هو رجل ولد سنة 1882 وكان بيعمل شيخ الأزهر ولد في قرية ميت شهالة التابعة لمركز الشهدة بمحافظة المنوفية ولد في واحد زي الحجة 1882 في قرية ميت شهالة وهي قرية تابعة لمدينة الشهدة بمحافظة المنوفية زي ما قلنا حفظ القرآن مجوده ثم التحق بالأزهر الشريف وكان متوقد الزكاء مشغوفا بفنون العلم ومتطلع إلى استيعاب جميع المعارف وكان يختار أعلام الأسدزة والمشايخ ليتتلمز عليهم في حضرة دروس الشيخ الإمام محمد عبده والشيخ حسن الطويل والشيخ أحمد بخطوة وغيرهم من كبار الأئمة والمحدثين ونال شهادة العالمية من الجرجة الأولى سنة 1908 وشغل وظائف التدريس والقضاء والإفتاء ومشيخة الجامعة الأزهر ومكس في الإفتاء قرابة 20 سنة وكانت من الليل فتاوى كثيرة حنذكر منها الآن موقف الشيخ عبد المجيد سليم من البهائيين والدروس قال عن البهائيين ومن كان منهم في الأصل مسلما أصبح باعتقاده لمزاعم هذه الطائفة مرتد عن دين الإسلام وخارج عنه تجري عليه أحكام المرتد المقررة في الدين الإسلامي والطائفة دي ليست من المسلمين ولا يجوز شرعا دفن موطاهم في مقابر المسلمين سواء منهم من كان في الأصل مسلم ومن لم يكون كذلك سؤال الشيخ عبد المجيد سليم البشري سؤالا فيما نصه هل جائز شرعا نقرع للدفوف ودرب الطبول والمزمار أثناء السلوات في الجوامة قال أطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه لا يجوز شرعا عند فكهية الحلفية ضربة على الدف وسائل آلات اللهوة إلا ما استثنوه من الدف بلا جلاجل يوم العرس وطبل الغزاة والحجاج والقوافلة على ما جاء بكتابة طريقة المحمدية ومن نصه دلت المسألة على أن الملاهي كلها حرام حتى التغني بدرب الطبول لأن هي المفروض ضرب الطبول دي بس من غير جلاجل تكون في ليلة العرس طبل الغزاة والحجاج والقوافلة ومن هنا نعلم أن النقر على الدف ودرب الطبول والمزمار لا يجوز شرعا عند فكهية الحلفية بل ذلك كل حرام عندهم هو أشد حرمة إذا كان في حالة السؤال إن هو يعني يكون في الجوامع وكده وده طبعا ما ينفعش موقف الشيخ الجليل عبد المجيد سليم البشري من سب الدين قال أن هذه الجملة خبيثة هي سب الدين فهو كافر ومرتد عن دين الإسلام بلا خلاف بين أئمة المسلمين يعني مفيش خلاف هو كده كده كافر يعني موقف شخصنا الجليل من النظر الغير الله النظر الغير الله في الأضرحة والتصدق طبعا ده شيء يعني من سبيل الجهل مما ينظره وقال الشيخ أن نظر العوامل أرباب الأضرحة والتصدق لهم تقربا إليهم هو ما يقصده هؤلاء الجهل مما ينظرونه حرام يا بإجماع المسلمين والمال المنظور أو المتصدق به يجب رده لصاحبه إن علم فإن لم يتم العلم فهو من قبيل المال الدائع الذي لا يعلم من هو مستحقه فيصرف على مال المسلمين أو يصرف على صالح المسلمين الشيخ عبد المجيد سليم طبعا زي ما قلنا هو اتولد سنة 1882 في ميت شهالة هي قرية تابعة لمدينة الشهداء وكان شغوفا متوقع الزكاء شغوفا من الفنون وفي العلم ومتطلعا إلى السعيب جميع المعارف وكان يختار أعلام الأسدزة والمشايخ ليتتلمز عليهم على أيديهم فحضر دروس الشيخ الإمام محمد عبده والشيخ حسن الطويل والشيخ أحمد أبو خطوة وغيرهم من كبار الأئمة والمحدثين ونال شهادة العالمية من الدرجة الأولى سنة 1908 وشغل وزائف التدريس والقضاء والإفتاء ومشيخة الجامع الأزهر ومكس في الإفتاء قرابة 20 عاما وكان من الفتاوى ما يقرب من 15 ألف فتوى وتولى مشيخة الأزهر مرتين وأكيل في أولاهما لأنه نقض الملك ثم استقال من المنصب في المرة الثانية وتوفي الشيخ عبد المجيد سليم البشري في 18 في عشر صفر سنة 1374 وسبعة أكتوبر سنة 52 وهذه كانت نهاية الشيخ العظيم الشيخ سليم البشري وعبد السيخ عبد المجيد البشري رحمه الله وأسكنهم فسيح جناته ونتمنى للشيخ الرحمة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع القصة أخرى مفيدة بإسن الله ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة